اشتركوا في القناة بالجلل الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى لافتاً سمو إلى أن الحكومة تنظر دوماً لمجلس النواب كشريك استراتيجي في العمل الوطني وتنطلق بتعاونها معه بأن ما يطرحه يمثل رغبات المواطنين وتطلعاتهم وأشهد صاحب أسم الملكي رئيس الوزراء بالتعاون القائم البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وبروح العمل العالية بينهما من أجل تحقيق المنجزات التي تعود بالخير على الوطن والمواطنين وقد استعرض صاحب أسم الملكي رئيس الوزراء مع رئيس مجلس النواب عدداً من الموضوعات المتصلة بالتعاون الحكومي البرلماني وذلك في إطار التنسيق والتشاور القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من جهته وجه رئيس مجلس النواب نيابة عن أعضاء المجلس خالص الشكر والتقديل لصاحب أسم الملكي رئيس الوزراء على ما يوالي سموه بذله لدعم دور مجلس النواب تشريعياً ورقابياً مؤكداً أن ما تحقق من إنجازات نيابية لم تكن لتتحقق لولا دعم سمو رئيس الوزراء وإيمان سموه بأهمية الدور الوطني الذي يطلع به مجلس النواب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر